أما على صعيد النقاط اللي كنا نتكلم عليها من شوية المتعلقة بحكم المباراة طبعا مصطفى وربال اللي كان بدون مبالغة يعني أقل حاجة يعني تتقال أنه ما كانش على مستوى الحدث بأي شكل من الأشكال وطبعا تقدمنا بشكوى كمان متعلقة بأداء الجماهير أو خلينا نقول بعض من جماهير السنغال اللي كان لا يليق أبدا يعني ما فيش حاجة اسمها كده في كرة القدم يعني تاني أرجع أقول لحضراتكم من أول ما نزلت البعثة المصرية اتعرضت بقى لهتفات موسيقى كل الفريق اتعرض لهذه الهتفات الموسيقى ولكن النصيب الأسل كان من نصيب محمد صلاح حقيقة وناس كتير واسمعنا حتى سيدات من المشجعات وهم نزلين من الأوتوبيس يعني فمجموعة مشجعات من السنغال كانوا عملين يقولونه ساديوماني ساديوماني هو الحقيقة كان رد فعله كالعادة منضبط حد كبير وعمل لهم كده مع ابتسامة لطيفة بس يا الفكرة في حاجات ممكن يبقى فيها مساحة لأنها تكون موجودة إلى حد ما لكن اللي حصل أبعد كتير قوي من المساحة دي اللي حصل ده لأ سقف المنصط قوي يعني بشكل الحقيقة غير مسبوك يعني كمية أزايز المية اللي ترمت على الشناوي وعلى اللعيبة وكمية الليزر حاجة غير مسبوكة الحقيقة